بك معنا دكتور معتصم جلسة الاثنين يبدو بأنها أوقفت الاتجاه وتحقيق الأرباح بالنسبة للمؤشرات المصرية إلى أي مدى يمكن أن تستمر عمليات التصحيح وعمليات جني الأرباح في السوق نعتقد فقط هي عملية جني أرباح محدودة استراحة محارب السوق ما زال يوجد فيه تضفق جديد للأموال وبالتالي يوجد فيه نشاط عالي نشوفنا النهاردة انخفاض رغم أنه انخفاض طفيف لكنها أثر في أحجام وقيمة دول دلالة على أحجام عدد من المستثمرين على الكمبي عمليات البيئة ودلالة على وجود لسه الطموح والأمل لدى المستثمرين في صعود مرة أخرى السوق يقدر أنه يصل لأعلى مستوى ليه كان في منتصف في سنة 2010 ويستطاع أنه يعمل مستويات سعرية جديدة ومستويات سعرية أعلى من مستويات اللي كانت بعد 25 يناير 2011 إذن السوق ما زال فيه اتجاه الصعود السوق ما زال يستجيب للأخبار الإيجابية لكن في المرحلة القادمة أعتقد أن قواعدة جديدة ستسيطر بعض الشيء على تدولات المتعاملين ستكون هي الحديث الدائب بين المستثمرين خلال فترة قادمة الشركات التي تنطبق عليها القواعد والشركات التي لا تنطبق الشركات التي ستقدم طلبات بعملية تجزئة لتوفيق الأوضاع والشركات التي ستتأخر قليلا الشركات التي ستقوم بتوفيق أوضاعها تبقى لعدد الأسهم ورأسهم أعتقد أن هذا سيبقى الحديث خلال فترة قادمة بالفعل دكتور معتسم كيف أثرت هذه التصريحات من أستاذ محمد عمران على الأسهم اليوم نرى أسهم مثل المستشفى النزهة والألمنيوم العربية جميعها أيضا مصر للألمنيوم تحقق ارتفاعات هل كان هذه الارتفاعات متأثرة بالتصريحات حول تجزئة الأسهم بالنسبة للشركات التي ذكرها أستاذ محمد عمران بأن أسهمها لا يقل عن 5 مليون بالتأكيد الشركات التي عدد أسهمها أقل من 5 مليون سهم تأثرت بشكل إيجاب لليوم بأنها ستستطيع أن تكون عمليات التجزئة بالاختار ودون رجوع إلى البورصة وبالتالي شفنا عدد من هذه الشركات استطاعت أن تحقق ارتفاعات سعرية كبيرة جدا خاصة الشركات الخاصة بها نتائج أعمال جيدة جدا مثل مستشفى النزهة على سبيل الميزال أو التعمير والتشارات على سبيل الميزال لكن لا أعرفش يعني التعمير والتشارات ينطبق عليها الشرط 5 مليون لكن المستشفى النزهة ينطبق عليها الشرط الأقل من 5 مليون سهم وبالتالي فعلا بعض الشركات استطاعت أن تستفيد من هذه الأخبار خاصة إذا كانت نتائج الأعمال الخاصة بها جيدة على سبيل الميزال أيضا في قطاع مطاحن شفنا اليوم مطاحن جنوب استطاعت أن تحقق ارتفاعات سعرية كبيرة لأنها عدد أسهم أقل من 5 مليون سهم شفنا مطاحن اسكندرية أرضا تفعل نسبين إذن في كافة القطاعات شفنا ارتفاعات لأسهم العدد أسهم أقل من 5 مليون خاصة لنتائج الأعمال الخاصة بها نتائج أعمال جيدة وهذا الخبر ساعد على صعودها وهذا بيخلينا نسأل دكتور معتسم يعني إحنا بعدنا نشوف الـ EGX70 بالأمس يمكن نحقق أعلى مستويات تقريبا من عام 2011 لكن هو ما زال دون مستوى 600 نقطة اليوم عم بتماسك عند الـ 588 تقريبا سؤالي إلى أي مدى يمكن أن نرى فعلا يعني الـ EGX70 يلحق بالمستويات السعرية بالنسبة للشركات وأيضا بالنسبة للـ EGX30 الحقيقة EGX70 يحتوي على العدد من الشركات المتوسطة اللي رأس مالها من 20 إلى 50 مليون جنيه وبالتالي هذه الشركات لابد أن تكونوا عمليات توفية لأوضاع خلال الفترة قادمة سواء كانت عدد أسهم أقل من 5 مليون جنيه أو أن رأس مالها أقل من 50 مليون جنيه وبالتالي هذه الشركات قد تشهد خلال الفترة قادمة مزيد من عمليات التجزيع أو مزيد من عمليات زيادة رأس المال وبالتالي ستؤثر إيجابيا على أداء هذه الأسهم في سوقه لذلك أنا أعتقد أن في فترة قريبة قادمة ستكون الأسهم المتوسطة هي الأسهم الجاذبة لسولة المستثمرين خلال الفترة قادمة بالمقارنة بالأسهم الكبرى خاصة أن الأسهم الكبرى تنتظر أحداث اتصادية حقيقية كبيرة يمكن أن تؤثر على تدولتها يتؤثر على دخول المستثمرين عرب وأجانب في هذه الأسهم حتى تستطيع أن تصل لمستويات سعرية كبيرة أعتقد أن نشاط في إيجي إكس سيفينتي خلال الفترة قادمة سيكون أكبر من نشاط إيجي إكس سيرتي الأسهم أو الشركات التي عدد أسهمها فوق الخمس ملايين أو عند خمس ملايين دكتور موطسم تعتقد كيف ستستفيد من عملية هذا القرار كيف يمكن أن يضمن المستثمر على الأقل بأن هذه الشركات لا تقوم بعملية التجزئة للمضاربة وإنما هدفها هو فعلا زيادة السيولة بالنسبة للسوق هي حتة مهمة جدا لازم نذكرها في قبل الحديث عن عملية التجزئة نفسها إن عملية التجزئة في حد ذاتها لا تؤدي لإضافة مالية للشركة ولا تؤدي لزيادة إراداتها ولا تؤدي إلى زيادة أرباحها ولا تؤدي إلى إفادة في نتائج أعمال الشركة للمساهم لكن هي فقط تزيد من سيولة تداول السهم وحركة السهم وبالتالي يجب على المستثمرين أن يكون حرسين كل الحرص في تدولات على الأسهم لتقوم بعملية التجزئة وأن يعقل جيدا إن هذه الأسهم إذا كانت تقوم بعملية التجزئة عشوائية وبأرقام كبيرة فإن هذه التجزئة قد تؤدي إلى عمليات مضاربية تضر بالمساهم نفسه وتضر بالسوق وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الأمر لابد أن يكون عليه رقابة كبيرة جدا من قبل رقابة على البورصة من ناحية ومن قبل رقابة على هيئة العامة رقابة المالية لأن ليس معنى إعطاء حق للشركة أن تكون بعملية التجزئة أن يشتخدم ذلك في قيام بعمليات تلعبات أو قيام بعمليات من غراضها فقط التأثير على سعر السهم في السوق وبالتالي لابد أن يكون هناك رقابة مشددة خلال الستة أشرة القادمة أو خلال العام القادم على الأشهم التي ستكون بعمليات تجزئة خلال هذه الفترة أعتقد أن الأشهم الذي يزيد عدد الأشهم عن خمسة مليون سهم لكن يقل معدد التداول بتاعها على المتوسط العام للتداول للأشهم هذه الأشهم سيكون لها أيضا الحق في قيام بعمليات التجزئة بالاختارة لكن هذا الأمر يتوقف عدد مرات التجزئة على قرار بورص دوراء مالية هذا الأمر يختلف من شركة لأخر اقتصاديا بعد الاستقرار السياسي الذي نرى بمصر دكتور معتسم نحن نتحدث اقتصاديا اليوم يبدو أن هناك بعض متفائل والبعض غير متفائل فيما يحدث على المستوى الاقتصادي المصري اليوم المديونية توصل إلى 100% من الناتج الدين المحلي قفز 7 مليارات جنيه وسل تريليون و488 تريليون بنهاية عام مليار عفوا في نهاية عام 2013 كيف تنظر إلى هذه المديونية بالنسبة لمصر إلى أي مدى يمكن أن يكون لها أيضا تأثير على ما يحدث في انتعاش بالنسبة للبورصة بالتأجيد حجم المديونية الكبير يزيد من عبء خدمة الدين على الحكومة وبالتالي يزيد من عجز موازنة مرة أخرى وبالتالي يزيد من معدلات الضخم في السوء تؤثر على عمليات الاستثمار وقد تؤثر على التغط على سهر العملة عملية متشبكة بشكل كبير لكن أعتقد أن المساعدات الخليجية التي تم الحصول عليها من دول الخليج استطعنا أن نحن تؤثر بشكل كبير على عجز موازنة مصري واستطعنا أن نسد جزء كبير من عجز أو جزء أساسي من عجز موازنة هذا بالطبع أمر مهم جدا لأنه هيقلل من عملية الاقتراض الجديد وهيقلل من عملية عجز موازنة وبالتالي قد يجزب مزيد منها المستثمين لما يهمنا في هذه المرحلة هو زيادة حجم النشاط الاقتصادي حتى يزيد معدل الناتق القومي إذا زاد معدل الناتق القومي بشكل كبير في هذه الحالة ستكون مدنيا موجودة حاليا تقل نسبتها من إجمالي الناتق القومي الإجمالي وبالتالي تأثير هذا الرقم الضخم قد يقل نسبة حاجة تانية نحن لازم نقلم من خدمة الدين الموجودة تأكليل خدمة الدين يكون بأمرين الأمر الأول عدم اللجوء إلى عمليات زيادة أقروض الموجودة على الحكومة حاجة تانية نحن نقوم بتخفيض سعر الفايدة في السوك المصري حتى لا تزيد من أعباء الدين نعتقد أن هذه الخطوات قد تساعد السوك المصري على مرور بهذه المحنة خاصة أن هذا الأمر أمر مؤقت بزروف المرض بها مصري خلال الثلاثة السنوات القادمة وستطعنا أن نزيد من معدل نمو الاقتصادي من 7% إلى 8% خلال الخمس سنوات القادمة سيكون هذا الأمر تأثير ضعيف جدا بل على العكس سيكون هناك جاذبية كبيرة للسوك المصري نكتور معتسم الشاهدين نائب رئيس مجلس إدارة هورايزون لتدول الأوراق المالية كنت معي من القاهرة شكرا جزيلا لكم